علينا أن نفرق بين الصحيفة السجادية الكاملة وبين الصحيفة السجادية الجامعة الصحيفة السجادية الكاملة كتاب دعاء كتبه إمامنا السجاد بيده كتاب كامل ولذا يعرف بالصحيفة السجادية الكاملة هذا كتاب دعاء كتبه الإمام السجاد بيده ودعاء أهل الثغور أحد أدعية هذه الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بقلمه علماء الشيعة جمعوا أدعية الإمام السجاد التي هي ليست في الصحيفة السجادية الكاملة وهي أدعية كثيرة الحر العامل جمع مجموعة من الأدعية وسماها الصحيفة السجادية الثانية باعتبار أن الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها الإمام السجاد بقلمه بنفسه وجاءتنا مروية كاملة وهي موجودة بين أيدينا الحر العامل جمع أدعية متفرقة لم تكن موجودة في الصحيفة السجادية الكاملة أدعية الإمام السجاد كثيرة جدا وسماها بالصحيفة السجادية الثانية وجاء بعد ذلك صاحب رياض العلماء عبد الله أفندي الإصفهاني فجمع أدعية أخرى في كتاب وعنونه بالصحيفة السجادية الثالثة وجاء المحدث النوري وكتب الصحيفة السجادية الرابعة وجاء محسن الأمين العاملي وكتب الصحيفة السجادية الخامسة وجاء ملا صالح ألماز دراني وكتب الصحيفة السجادية السادسة وهناك يقولون سابعة وهناك يقولون ثامنة لكن الصحائف المعروفة التي بين أيدينا من الصحيفة الأولى إلى الصحيفة الخامسة ما كتبه الحر العاملي عبد الله أفندي المحدث النوري ومحسن الأمين العاملي مؤسسة الإمام المهدي للتحقيق والطباعة والنشر جمعوا هذه الصحائف في صحيفة واحدة وأطلقوا عليها هذا العنوان الصحيفة السجادية الجامعة فهذه الصحيفة السجادية الجامعة تشتمل على الصحيفة السجادية الكاملة التي هي كتاب دعاء كتبه الإمام السجاد بقلمه وجمعوا معها أدعية الصحائف الأخرى ما جمعه الحر العاملي ما جمعه عبد الله أفندي ما جمعه المحدث النوري وما جمعه محسن الأمين العاملي فجمعوها في كتاب واحد